بعث صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة الشقيقة هذا نصها حضرة خادم الحرمين الشريفين الأخ العزيز الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود حفظه الله ورعاه عهل المملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لمن دواعي سرورنا واعتزازنا أن نبعث إلى مقام أخينا العزيز حضرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود خالصة هانينا وتبريكاتنا بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليكم مقاليد الحكم في بلدنا الغالي المملكة العربية السعودية وهذا أنتم يا خادم الحرمين الشريفين تقودون المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الحزم والعزم في محاربتها وتصديها للإرهاب الذي يشكل اليوم الهاجس الأول في كل أقطار العالم وهذا أنتم تنجزون الانتصارات المتتالية تحقيقا للأمن والسلام وتواصلون مسيرة التقدم والتطور في بلدنا العزيز المملكة العربية السعودية بكل العزيمة والإصرار يمانا منكم بأهمية التطور الذي تدعمونه بإرادة ملكية سامية وإننا إذ نهنئ شعبكم الشقيق ونبارك له بقيادتكم الحكيمة ودوركم الرائد في نهضة واستقرار بلدنا العزيز مهبط الوحي وأرض الرسالات ليسرنا أن ننتهز هذه المناسبة الطيبة لنعبر عن فخرنا واعتزازنا بما حققتموه من إنجازات على صعيد تأكيد وحدة الصف العربي وتوثيق عرى التضامن الإسلامي في ظل ما توجهه المنطقة من أخطار جسيمة وتحديات فضلا عن تعزيز مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدفاع عن القضايا الإسلامية والعربية المشروعة كما ويطيب لنا في هذه المناسبة المباركة التأكيد على اعتزاز مملكة البحرين وحرصها على مواصلة التمكين عرى العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين بلدين الشقيقين وتضرب جذورها في عمق تاريخهم العريق متمنيا لبلدنا المملكة العربية السعودية مزيدا من النهضة والتقدم والنماء في ظل قيادتكم الحكيمة دعينا المولى عز وجل أن يحفظكم وأن يسبغ عليكم منفور الصحة وطول العمر لمواصلة دوركم الوطني الكبير الذي نعتز به كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ببرقية تهنيئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك بمناسبة الذكرى الثالثة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاريد الحكم في المملكة الشقيقة هذا نصها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإنه لا يسرنا في مناسبة الذكرى الثالثة المباركة لتولي حضرة خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة مقاليد الحكم في بلدنا العزيز أن أعبر لسموكم عن أطيب تهانين القلبية مشيدين بالإنجازات التاريخية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين في شتى المجالات مؤكدين اعتزازنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة الواعية في محاربة ودحر الإرهاب بشتى صوره ودعم وتعزيز مسيرة التقدم والنماء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وترسيخ الوحدة والتضامن العربي وخدمة قضايا أمتنا العربية والإسلامية دعينا الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويسبغ عليكم منفور الصحة والسعادة ويحقق للمملكة العربية السعودية وشعبه الشقيقة أن نزيد من الخير والازدهار متمنين للعلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة الطراد التقدم والازدهار والنماء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم خديث بن سلمان الخليفة رئيس وزراء المملكة البحرين